غاد رأيات صفه الرابع وأبقى على كتبه وأوراقه شاهدة على جريمة تعددت جنات فيها أغمضت عيناه إلى الأبد بعد أن فقد أهم حقوقه وصار نقما من تسع ضحايا سقطوا بقصف لقوات النظام على بلدة جرجناس جنوب إدلب بثلاثة صواريخ أرض أرض متتالية اسمعنا أول انفجار بدون لا صوت مرور صاروخ ولا شيء ما اسمعنا انفجار قوي فعلا يعني كان رهيب لكن بعد عن المعهد تقريبا ما يقرب من واحد كيلومتر بعد أنزلنا الطالبات من الطابق الثاني على الطابق الأرضي ونظرنا شفنا أنه مكان الضربي في داخل الفلبية السكنية سبعة تلاميذ ومدرستهم كانوا الحصيلة الأولية بالإضافة لطفلة في عامها الثالث قلت بقصف مدفعي في ساقات الليل المتأخرة نهيك عن الجرحى الذين شملوا عنصرا من الدفاع المدني وطلابا من صف إياد صار أن قوات النظام استهدفت هذه الحارة بثلاث صواريخ أرض أرض راح ضحيتهم ثلاث طلاب وأمرأتين طبعا هذه الحارة هنا يوجد مدرسة ضربت حوالي هذه المدرسة استهدفت الحارة بثلاث صواريخ هذا الصاروخ هو راح ضحيته هؤلاء الإصابات ثلاثون ألف نسمة في بلدة جرجناز كانوا شهودا على العديد من المجازر كان أخرها سقوط ثمانية مدنيين بقصف مشابه مطلع الشهر الجاري ما أسفر عن نزوح عشرات العائلات إلى مناطق تسمى مجازا أكثر أمنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر